موسيقى السلام عليكم أيها المشاهدون الكرام ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم فظهبا المخابرات الأمريكية وأمام الله وخلقه وقدام أدسات التلفزيون أعطت ولي العادة السعودي واحد من أعلى أوسمتها أو ميديالياتها نظير عملها الاستخبارات المميز في مكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة الأمريكية الخبر منشور في كل مكان صوت صورة ونص بعد موجود في وكالة واس اسمع الخبر من التلفزيون السعودي من قناة الإخبارية في إنجاز متجدد نال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ولي العهد وزير الداخلية جائزة ميدالية جورج تينت التي تقدمها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية للعمل الاستخباراتي المميز في مجال مكافحة الإرهاب تسلم ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير داخلية أمير محمد بن نايف ميدالية جورج تينت التي تقدمها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية للعمل الاستخباراتي المميز في مجال مكافحة الإرهاب الحكومة انخبصت والإعلام المرئي والمسموع والسوشال ميديا اشتغلت طلعوا لنا مباحث الانترنت وسووا هاشتاغات كثيرة مثل ولي العهد يحصد ميدالية جورج تينت وهاشتاغ ثاني تينت للسعودية وبجدارة ويلا يا جماعة المباحث ملتقانا على تويتر نغرد نمدح ولد نايف وانهالت التهاني على ولي العهد من أمراء المناطق التابعين لولي العهد ووزير الداخلية وكالة الأنباء السعودية انشرت الخبر وتفجر بركان المديح والتهاني وأمير الباحة يهني ولد نايف على الميدانية اللي حصل عليها من السياي اي وأمير المدينة المنورة يهني ولد نايف على منجزه العظيم واستحقاقه للميدانية ومثلهم بعد هذا أمير جيزان والباحة ومعهم بعد الشيخ السديس والشيخ السند رئيسيات المنكر كل أبوهم طيروا برقيات الأبناء في هنؤنا على مدالية السياي اي اي أمير نجران هذا اللي اسمه جلوي بن عبدالعزيزة لسعود راح حتى إلى تطبيق سناب شات ونشر هاتهنية العطيرة لأنهني هنفسنا هني جميع دول محبة للسلام لحصول سيدي ولي العهد أبي محمد بناء حقر الله الحصول سموه سيدي ولي العهد محمد بناء حقره هو على ميدالية مكافحة للحام وهذا شرف لنا جميعا ولكل دولا عموما ما بقى أمير منطقة إلا أهنأ لا الرياض ولا عسير ولا الشرقية ولا غربية ولا شمالية ولا جنوبية إلا وباركة أهنأه وما بقى صحيفة إلا وتكلمت وجابوا لنا كل مسؤولي أقسام مزارة الداخلية والمتحدث باسمها عشان يشيدون بهالميدالية اللي منحتها المخابرات الأمريكية الولد نايف حتى مجلس التعاون باركوا هنأ لكن اللي أستغرب منه إن مجلس وزراء داخلية العرب أعرب عن اعتزازه لأن ولد نايف حصل على ميدالية السي آي اي هذا يستلم سك العبودية وأنتو تعززون له لأبوكم لأبو من جابكم هو نفسه ولد نايف كان طاير من الفرحة بالميدالية وما اعتبرها شي عيب وتظهر مثل الموظف الصغير عند السي آي اي هذا وأعرب ولي العهد عقب استلمه الميدالية عن تقديره لوكلة الاستخبارات المركزية الأمريكية على تكريمه مؤكدا أن هذه الميدالية ثمرة لجهود وتوجيهات قادة المملكة وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ابن عبد العزيزة للسعود وشجاعت رجال الأمن وتعاون المجتمع بكافة أطيافه الصحف المحلية ومواقع الفضائيات الحكومية ما قصرت انشرت بتفاخر وبدون حياء قصة الميدالية وأنها علامة على استمرار العلاقة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة وأنها أغلقت ملف السعودية كدولة راعية للإرهاب حسب قانون جسر بس أنا اللي لاحظته أن صحيفة الجزيرة السعودية هي أكثر الصحف حماسة في التطبيل يعني اغلبت على عكاظ وصحيفة مكة والرياض وغيرها أما المقالات افعلها قفا من يشيل تطبيل مديح مثل هذا اللي يقول أن ولد نايف أخرج القاعدة من جزيرة العرب ولفت انتباهي بعد من التطبيل أن مجلس علماء الدين في باكستان يقول أن ميدالية السي آي اي تزيد الأمة الإسلامية شرفا وفخرا وعزا يلعنب التطبيل شو أنت يا شابنا المساود العظيم ولد نايف هذا أصلا إرهابي إرهابي لأنه يقمع الشعب ويرهبه ويعذبه في سجونه اللي هي سجون خمس نجوم حسب المفتري الموظف الأمن عبدالعزيز قاسم ولد نايف إرهابي حتى لو الحين يحارب الإرهاب وأنه قد تعرض لمحاولة اغتيال من واحد قاعدي ابن نايف هو اللي طلع الإرهابيين من مراكز مناصحة ودفهم في الدول كثيرة مثل اليمن الشهري وغيره ما في أحد يقدر ينكر هذا هذا معروف شيء ثاني ما تشوفون إن عيب إن يجي رئيس السي آي اي في عاصمة بلد التوحيد ويعطي وسام أو ميدالية لأسد السنة الحاكم بأمره عشان يساعده في تطبيق الشريعة بصراحة أنا ما شفت في عمري إن السي آي اي تعطي ميداليات إلا لعملاءها وفي بعض الأحيان تعطيهم رواتب ومن بينهم ملوك عرب معروفين أما يجي رئيس السي آي اي على المكشوف ويعطي ميدالية لمسؤول كبير في أي بلد فأنا ما قد شفت إذا أنتم شفتوا مثل هذا اللي صار خبروني حين حساباتي عندكم في السوشال الميديا السعود معاد عندهم ذرة من الحياة ترى الميدالية حسب النص المنشور عنها ما يعطونها إلا الواحد اللي مسامة فعالة في تحقيق الأمن والدفاع عن المصالح الأمريكية إضافة إلى تحقيق السلام العالمي يعني الميدالية أعطوها ولد نايف مو لأنها حارب الإرهاب في السعودية وإنما حارب في أمريكا وعلى فكرة هذه ميدالية جورج تينت اللي سلمها رئيس السي آي اي مايك بومبيو سلمها لمحمد بن نايف خلاها بوش الأبن نسبة لجورج تينت رئيس المخابرات الأمريكية السابق وهذا جورج تينت هو اللي أقنع بوش والكونغرس بضرورة الحرب على العراق يعني خمسة عشر سعودي من تسعة عشر هاجموا نيويورك ما بينهم واحد عراقي وبدال ما يروحون يعاقبونها لسعودي وحاسبونهم راح بوش وحطها برأس العراق واحتله بحجة وجوده القاعدة والسلاح الكيماوي وبعدين قالوا أسفيني يا أخوي ما لقينا في أسلحة دمارش هاملة والأسلاح الكيماوي والله مزح لطيف هذا من يوم تفجيرات سبتمبر آل سعود أعطوا للأمريكان كل شيء كل المعلومات اللي عندهم افتحوا للأمريكان كل الحسابات البنكية يعني كل واحد عنده حساب بنكي وكل المعلومات الشخصية اللي فيه صارت عند المعازيب حتى ان بعض الكتاب انزعجوا من اللي صار وكتبوا أشياء كثيرة عن هذا الموضوع في تويتر وكيف انه مخالف للقانون انك تعطي معلومات شخصية مو عن واحد أو مئة من المواطنين بل عن كل المواطنين الأمريكان بعد 11 سبتمبر ارتاحوا من ولد نايف وطريقة تعامل معهم ومساعدته لهم يومها كان جورجيا برينان مسؤول الأمن في البيت الأبيض صديقي ولد نايف وبعدين صار برينان هذا مدير للسي اي اي إلى ان جاء هذا مايك بومبي ومدير السي اي اي برينان هو السند الحقيقي للولد نايف وهو اللي دافع عن آل سعود لآخر لحظة وهو اللي رتب لهم مسألة نشر الصفحات المخفية الثمان والعشرين بعد ما سوى لها مساج وتخريجات ما دينا امر على السعود في دعم التفجيرات نيويورك مثل تركي الفيصل وبندر بسلطان وزوجة بندر نفسه طيب ليه ذا الحين السعود فرحانين بميدالية السي اي اي اللي لبسوها وليه امرهم محمد بن نايف ليه ما يستحون يعني انهم مثل هذا على الملأ ليه يجي رئيس السي اي اي الجديد إلى الرياض ويلبس القلادة لبن نايف كأنه يلبس عروسته ليه ما يفكروا الآل سعود ان هالقلادة الطيبة على الرقبة والد نايف راح تهيج عليهم جماعتهم في الداخل والخارج وراح يقولون ان كلام داعش والقاعدة عنها لسعود صحيح انها لسعود ضد الاسلام والمسلمين وانهم يولون الامريكان الامريكان من هالحركة يبون شيئين الاول انهم يبون يقولون رجلهم في الدولة وهو محمد بن نايف اللي ما بيقله شوي ويفغصه ولد عمه الدب الداشر محمد بن سلمان وعشان كده جواوا جماعته حتى يرزونا في منصبه كمليك قادم الثاني هو ان الامريكان يبون يحلبونا لسعود ويسومونهم على قانون جاستا ادفع ولا رفع خلونا انحلبها البقرة ولا الشر جايكم يا مراخين الوالدين واعطى الميدالية يعني سياسيا انحنا يا المعازيب الامريكان جاهزين للمناقشة والمساومة على قانون جاستا وحنا بعد يا المعازيب الامريكان ما براناكم كل ابوكم ما برانا منكم بس اللي رجالنا اللي عندكم ولا انت يا سلمانكو وانت يا الدب الداشر تعرف المصايب الارهاب من وراكم فدفعوا بالتي هي اخشان اذا ما تقبلون تدفعون بالتي هي احسان اما سبب الفرحة السعودية فيه واضحة انكم يا امريكان ما دامكم اعطيته الرجل الثاني في البلد ميدالية تعتبرونها شهادة على مكافحة الارهاب فما في معنى لاتهامكم لنا بدعم الارهاب وما في مبرر لقانون جاستا اصلا بالمختصر المفيد هالميدالية اللي اعطتها اسي اي اي اعتبروها الاسعود صق براءة لهم من الارهاب واللي يقول هالكلام هي امريكا نفسها وعموما الاسعود ما ايهم هم مش يقولون العالم عنهم والمهم عندهم ان امريكا تقول ان هم بريئين اما غيرهم من دول في اوروبا ودنمارك وبلجيكيا ما يجيبون خبرهما الاسعود ما في احد له كلمة فوق كلمة المعزب ترامب واذا رضي ترامب رضي الله عنه اذا رضى عنه لسعود فكل الذي فوق التراب يترابه اما ولي العهد محمد بن نايف فشغل الصحف المحلية وامرها المناطق وكل هم يتبعون اداريا وماليا واكثر الصحفيين على البيرال حق ولد نايف وكل وكل هم بالنايف يوقف زحف حمودي ولد سلمانكو ويمنعه من انه طهيرة من منصبه والان جاهل مدد من ولاة امره في البيت الابيض ولله الحمد قبل ما يجي حمودي الى الى الحكم ويلعب بحسبته كانت مكانة ولد نايف كبيرة عند العائلة الهالكة على الاقل لانه اللي يحميها في الداخل وصوتها وعجراها وانيابها بدون شغل بالنايف يطير الحكم وعشان كذا كان الملك عبدالله يحبه وما يحب ابوه نايف يعني تقدرون تقولون عبدالله كان مثل الامريكان يحبون ولد نايف ولا يحبون نايف نفسه وحتى نايف كان يدري انهم اصلا ما يحبونه وما يطيقونه لانه يلعب من وراهم وشوي شوي صار محمد بن نايف هو بطل مكافحة الارهاب وقاهر الارهاب لكن في شي ثاني يشتار فيه ولد نايف غير مكافحة الارهاب وهو تعاطي المخدرات مع انه مسؤول على مكافحتها تقول اللي يتعاطي مخدرات يقدر يكافحها او عندها همه يكافحها ما اظن وعشان كذا تشوفون البلد تفرخ الكثير من تجار المخدرات في كل مكان في العالم واللي يكشف شبكاتهم يختفي مثل الرائي التركي حمزة الرشيدي اللي استغاث بالملك انه ينجيه من عصابات المخدرات وتاليتها اخدوه اخده ولد نايف في ليلة ظلماء ويلة الحين ما ندري وين ديرت الرجال حارسين ان انهم يوصلوا لي قبل لا يوصلوا لي يا سيدي انا ما انا ضابط اشتغلت في صالح الدولة اسألك بالله انا اشيدك بالله يا طويل العمر انتركني كده اقتل ما فيها كلام ادخل في الموضوع شو في القضية هذه وشيني شاشة الحاسب الالي هذه اكثر من مية شاشة حاسب الالي فيها اسماء هوامير مخدرات يطلب الموضوع ولا ادخل على الحاسب الالي تنقى اكثر من مية شاشة حاسب الالي عن باصات دخلت واقتل حج وفيها مخدرات وفيها اسماء ناس ما هم بسيطين ناس هوامير ناس ما 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 اي كلام ما هو مسكين يبيع مخدرات في الشارع ويمسك ولا ضعيف ما وراها احد ناس لهم نفوذ لهم قوة مادية يقدر يسوي الاوراق هاد يقدر يسوي غيرها اطلب اطلب التقرير هذا اللي انا قدمت انا تقرير كامل رفعناه وسلمناه لله سلطان عائض الحارفي وصل استلامه عندي سلمناه قبل تسع سنوات شاشات حاسب الالي فيها لخبطة وفيها لعب وفيها اسماها هوامير مخدرات لعبة حج مخدرات تدخل وقت رحج باصات مئات الباصات لحو واحد والاثنين والعشر باصات مخدرات تكفي الخليج سنة حتى في شاشات حاسب الالي لقيتها في شيف المخدرات يعود عمرها 14 سنة في هذك الزمان 14 يعني الشبكة الان يمكن عمرها 20 سنة يمكن عمرها 20 سنة ويتشتغل الشبكة اشتغلها ناس ما هم بسيطين ناس انا ما لا يقدهم انا كما الدولة تقدمنا في عمل وتخلى عنه نعمل بدون غطاء نتركنا في الشارع نقطع هذين الناس ما هم بسيطين وهذه آخر لقطة له ووقت اعتقاله وبعدين صوته اسمعوا صوته ينتخي بالشاب وبعده ولده قال ألقى لكم قصيدة عن أبوه المعتقل الآن الشرطة يدهمون بيتي يبي يدخلون بالقوة علينا ويرفس الباب برجولة يبقون يأخذونني بالقوة أنا أمانة في وجه الشعب وفي وجه ولاة الأمر كل ما يحدث لي أحمل مسؤوليته لولاة أمري انسجنت أو قتلت دمي أمانة في وجه ولاة أمري وأولادي أمانة عند ولاة أمري بالله الرحمن الرحيم هذه القصيدة مني أنا فيصل ابن الرائد تركي حمز الرشيدي الليل موحش والعيون الدامعة تهدى وتفور الليل موحش والعيون الدامعة تهدى وتفور والحال ضايق ولهموم الكايدة معتادها يا رب يا ناصر يا فارج يا حلال الأمور إنك تهونها علينا يا العليم بحالها أنخى راعين الضمير أنخى بني عبس الصقور عزوتي عبس العريقة طيب الله فالها أبوي في حبس فرادي بين جدران قبور وشلون ترضون الظليمة يعتلي مقدارها لكن أنا جايب لكم شيء ثاني هو أن الأمير محمد بن نايف مدمن كوكاين ويقال إنه عمل قبل سنة غسيل دم في إحدى البلدان الأوروبية للعلاج من الإدمان أما اللي فضح إدمان ولد رايف فيه أميرة اسمها نورة آل سعود من العائلة المالكة وقد انتشر هذا صوتها على السوشال ميديا وهي تكلم القائم بأعمالها البزنس حقها اسمعوا صوت الأميرة ها القريبة جدا من محمد بن نايف وش تقول عنه وكيف يتعاطى المخدرات يعني بشرت أقول لك وقسم بالله تعرف اليوم اللي اللي أنا أقول لك اليوم اللي كنت بعد فيه أنا ومحمد ضيب كنا قاعدين نبحك ونسولف ما في أقول لك قسم بالله كان أول ما يتلدى يبوه شوفوا شوف اليوم جمعة وأنا عمري في حياتي ما كذبت لأن اللي يتبب هو اللي يخاف وأنا ما أخافه من رب العالمين أقفى شي يسوي فيه كل إنسان عشي يتبع راسك كل إنسان ما يموت للمرة واحدة له يوم ما بيموت أخاف ليه وأكذب ليه ما في شي يداعي لهذا الشي أقول لك أول ما يبوه فيني رجلي من كثير الغلا حتى قدام أبوه طيب أقول لك كنا قاعدين نويا ونسولف وضحك ما في ولا شي طيب الصار طلع طلع بس هفقني بينك طبعا طلع من جيبة علبة طيب فيها شي كبه أنا طبع يعرفت من يوم كبه إنه كوكايل أوكي كبه من جيبة جرب الكريدت كارد حقه فصله أول مرة في حياتي أشوفه يسوي دي الحاقة ما كان يسويها هذا بدايت ما بدأ يلعبون فينا أوكي فصل فصل الكوكاين المهم بعدين جاب كذا لفها 500 لفها وقال لي يلا قلت لي يلا إيش المستغبات سويت نفسي مني فاهمة قلت لي يلا إيش إيش هذا أقول له قل لي هذا كوك قلت لي إنت تمسك الناس اللي يدخلون هذا الشي وتسويه كيف يعني أصلا أصلا أتقد أنه مرة من المرات كبه فترة شمعت أنه بمكافحة المخدرات أو كذا صح أو لا كيف قلش أنه كان واحد من الأسرة في مكافحة المخدرات أو طبعاً هو يرقاش هو وزير الداخلية هو وليل عهد وزير الداخلية هدا الأل السعود هم حماة الإسلام ومقدسات الإسلام والمسلمين هدا أهلا هم أهل السعود اللي يقبقون الشريعة ويكفحون الإرهاب ومكافحة المخدرات ومكافحة الفساد حنا نحسي عن بؤرة شدود وفساد وعبن داخل العيلة لهالك ما قد سبقها عيلة في التاريخ في فسادها وإنحطاطها البهم أن المخدرات متوفرة في ديرة بن سعود وكل المحرمات متوفرة كذلك في ديرة بن سعود وكل الإجرام يسوونها لسعود المهم أنهم يضحكون عليكم بأنهم يحمونكم وأنكم في بلد الأمن والأمان ويبونكم تصدقون أن المعارضين لهالعائلة المجرمة هم المجرمون وهم العملاء للسفورات وهم اللي يعطلون عجلة التنمية شي غريب فعلا والأغرب أن إرهابي يحصل على جائزة مكافحة الإرهاب يا رب إلى لني هذه الحلقة أفضل وأنا غانم قهرة لسعود أترككم في رعاية الله وألقاكم في حلقة أخرى فإلى ذلك الحين دمتم في حفظ المولى جل في علاه موسيقى موسيقى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر